هذا هو مركز تونتشين الدولي للخدمات اللوجستية، ويسمى أيضاً مدينة الخدمات اللوجستية في تونتشين، وهو أيضاً نقطة انطلاق لقطارات الشحن بين بلدية تونتشين بجنوب غربي الصين وأوروبا، حيث انطلق أول كطار للشحن من هنا في مارس عام 2011 متجهاً إلى مدينة دويسبورغ الألمانية. وعلى مدار العقد الماضي، تضاعف حجم خدمة كطارات الشحن هذه كل عام، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2021 قام نحو أربعين ألف كطار بنقل أكثر من ثلاثة ملايين حاوية إلى أكثر من مائة وخمسين مدينة في أنحاء العالم. وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، تواصل كطارات الشحن العمل لنقل الإمدادات الطبية الضرورية المستخدمة لمكافحة الوباء إلى دول العالم، وتضخ كطارات الشحن بين الصين وأوروبا طاقة جديدة للدول الواقعة على طول الطرق التي تمر بها وتوفر الفوائد لشعوبها.